اشتركوا في القناة تناول القضايا الوطنية وتعميق الوعي العام لدى الشعوب مشيراً فخامته إلى وحدة الشواغل والتحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي وهو الأمر الذي يستدعي قيام الإعلام العربي بالتحدث بلغة واحدة تساعد على مواجهة تلك التحديات ويتم طرح القضايا المختلفة بشكل عميق وموضوعي ومدعوم بالحقائق من أجل البناء الواقعي والصحيح للعقل المجتمعي والوجدان العربي مشدداً فخامته على أن الكلمة من الإعلام هي أمانة ومسؤولية كبيرة أمام الشعوب وفيما يتعلق بمكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية والتحريض الذي تتعرض له مختلف الشعوب العربية شدد فخامة الرئيس المصري على أن الهدم لم وليكون رسالة حضارية وأن القيمة الدينية لا تقام على أنقاض الخراب والتدمير لأن رسالة الدين هي البناء والتعمير والسلام والتنمية وهو الأمر الذي لن يتحقق إلا بتوفير الأمن والاستقرار السياسي والمعنوي للشعوب في إطار مجال حضاري آمن من جانبه نقل سعادة الدكتور رمزان بن عبدالنعيمي وزير شؤون الإعلام إلى فخامة الرئيس المصري تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله متمنيا لجمهورية مصر العربية الشقيقة دوام التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامته الحكيمة وأكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن لقاء فخامة الرئيس المصري كان لقاءا صريحا حول العديد من القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي وعكس حرص فخامته على تطوير هذا القطاع المهم وتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك مشيدا بما قدمه فخامته من أفكار وأطروحات نيرة تسهم في ترسيخ الثقافة الوطنية والهوية العربية الجامعة في مختلف المنصات الإعلامية شكرا للمتاع الثاني